نبدأ المحاضرة الثانية محاضرات المسلحات الطبية الآن سوف نتحدث عن بعض الشريان الأبهر الشريان الأبهر قبل أن يتفرع الجدع الرئيسي للأبهر الأبهر الصعد والنازل والبطن كأبهر كشريان كامل يسمى أورطة الأبهر أشريان الأبهر بعد أن أقول الأبهر صعد والنازل سببيريور فينا كافا سببيريور فينا كافا طبعا هذه المصالحات نرى أول كلمات باللغة العربية إن شاء الله سوف ندخل التشريح بصير سهل عليكم عندما تعرفوا تشريح الجسم أو الأوعية دموية وحتى بقية عضاء الجسم سيكون هذه المصالحات أسهل عليكم بكثير سببيريور هي كمفرد دائما هي العلوي أو الفوق سببيريور فوق أو العلوي فينا كمان هذه المصالحات الاتينية فينا كافا أجوف وريد أجوف سببيريور انفيريور انفيريور سوفلي سببيريور علوي سببيريور سببيريور فينا كافا الوريد الأجوف العلوي طبعا هذول الأوردة اتنين اللي بينقلوا الدم من الجسم باتجاه الأذين الأيمن هذا هو الوريد الأجوف السفلي لأنه أسفل القلب والوريد الأجوف العلوي وريد الأجوف العلوي طبعا بينقل الدم من بيرجع الدم أو بعود بالدم الوريد من الصدر منطقة الصدر والأطراف العلوية والعنق والرأس أما الوريد الأجوف السفلي فهو بينقل الدم من منطقة تحت الحجاب الحاجز سببين يصبوا بالأذين الأيمن في القلب الأيمن سبيريور فينا كافا انفيريور فينا كافا اللون الأزرق طبعا دول اللون الأحمر هو اللوء الأبهر الأبهر الصاعد بعدين قوس الأبهر والأبهر النازل الصدري وبعدين الأبهر البطني وبعدين يتفرع هون هارت بشكل كامل مسمي القلب أسندك أورتا طبعا هذا ascending صاعد descending نازل عكس بعض كمان هذول الكلمتين ascending أبهر الصاعد هو الجزء الأول من الأبهر اللي يخرج من البطين الأيسر الصاعد شكل قوس أبهر بعدين نزل أبهر النازل ascending أورتا هذا الصاعد هذا قوس أبهرية وهون نازل صاعد أورتك تذيق الصمام الأبهري طبعا الصمام الأبهري هذا بالحالة الطبيعية له ثلاثة شراخ هيا من الأمراض التي تكون أما ممكن تكون ولادية أو مقتسبة بأول العمر أو مقتسبة بأخر العمر أو مقتسبة بأخر العمر أورتك فهو دائما أورتك أو مشتقاتها صفة منها تدل على أبهري سينوسيس تذيق ممكن تكون تذيق صمام أبهري ممكن تكون تذيق صمام أبهري ممكن تكون تذيق صمام أبهري أو تذيق شريان أبهري تذيق إذا أردت من البطين الأيسر ونتقل الجسم وبعدها يرجع بأبهري وانتجاه البطين الأيمن ومن البطين الأيمن إلى الرئتين ومن الرئتين يرجع إلى القلب الأيسر وهذه فهو تجاه واحد هذه جريان الدم ونفس الشيء بالنسبة للطعام يبدأ من الأعلى وينجي بتجاه الأسفل الشرفة هي الصمامات صمامات القلب إلى شرف هذول يتسكر الصمام لكي يمروا الدم بأتجاه المعاكس دائما الدم يمروا بأتجاه واحد عندما يطلع الدم تنتهي الدورة القلبية مثلا انقباض البطينية يتسكر الصمام لكي لا يرجع بأتجاه المعاكس واحدة لكل هذول الصمام الأبهري تلوية الشرف كاسب هذه واحدة تنتين ثلاثة ثلاثة شرف مثلا الصمام هنا الشرف هو الصمام التاجي في الصمام اسم الصمام وثلاثة الشرف هذول كل هذول نأخذهم بالتشريح لكن اسم شرفة بشكل عام هي كاسب وريقة أو شرفة أبندكس هي الزائدة الدودية الأمعاء الغليظة طبعا هذول وهي داخلها الأمعاء الدقيقة الأمعاء الغليظة بشكل مثل الإطار في الجوات بتبضع الأمعاء الدقيقة الأبندكس هي الجزء الأول الأبندكس هي الزائدة الدودية أما الأعوار هو الجزء الأول من الأمعاء الغليظة المنطقة تحت الأعوار هي الزائدة الدودي الأعوار هو الجزء الأول من الأمعاء الغليظة السيكم هذه كلاتنا نسميها كولون كولون صاعد كولون مستعرض كولون نازل وبعدها هي ركتم المستقيم الكولون كولون طبعاً صاعد ومستعرض ونازل إليوم الأمعاء الضهيقة وتقطقها هي على اللفائي في المنطقة لأن الأمعاء الغليزة الضقيقة مكملات الاجزاء هنا نرى فاصلة اريثمية كاردياك القلب التسمية العامة له هي هارت لكن كتسمية طبية يستخدمه كارديوم كارديوم عضلة القلب كاردياك الصفة قلبي الهارت يستخدمها لكن دائما نرى كاردياك كاردياك اريثمية اضطراب ضربات القلب الرسمية ضربات القلب تمشي نظم معين ضربات القلب يعني مثلا بين 60% منتظم بين الضربة والضربة في فترة زمنية محددة متساوية عندما تكون هذه الفترات متقاصرة او طويلة او انه يكون ضربات القلب ما هي متظمة سريعة بطيئة او انه ضربات القلب اكثر من حد اللازم او نسميها اضطراب لعنظمية قلبية نظم القلب بشكل طبيعي بين 60% و متساوية الضربات عن بعضها بالنسبة للمسافة الزمنية لما يكون زيادة او نقصة بعدد الضربات عن طبيعي او يكون عدد الضربات مغير متساوية هي نسميها رجخان اديني موجودة كثيرا عند كبار بسام نشوف على اذا بتسمعه سمعت اذا انه تلاقي ضربة سريعة ضربة طبيعي طيئة ضربة سريعة ضربة طيئة فهي يسميها اضطراب نظم رجخان اديني هدول كمان ناخدهم بالتشريح هي العقدة الجيبية هاي الجهاز الناقل هدول قليات الجهاز الكهرباء الناقل داخل عضاء القلب س اي نود س سينو هو جايبي ا ا اتريال اذيني نود عقدة اللي هي هون العقدة الجيبية الاذينية معجودة في الاذينة ايمن عقدة الجيبية الاذينية اتريو اذني ventricular بطيني هي العقدة الجيبية الاذينية كمان اتريو ventricular هون عم نشوف في حرف الاو حرف صوتي يستخدم ضمن المصلحات الطبية مشان نربط بين كلمتين طبيتين سينو جايب سين جيب سينو أتريا لنود عقد الجيبية أذينية والعقد الأذينية بطينية أذينية بطينية لا تقع بين الأذينين والبطينين أتريا هي الأذينين معا هذه من الكلمات اللاتينية الأذينين معا أتريا مفردها أتريوم بنتريكلز هو البطينين البطين واحد بنتريكل هون بدون اس بصير بطين واحد على عكس أتريا أتريا هي الأذينين معا المفرد نأخذهم في المحاضرات الجاية إتريام يومنا أو يسرى تاكي تسرع تاكي تسرع كارديا قلب مثل ما حكينا من قليل صفة تسرع قلبي تاكي تسرع تسرع قلب وفي العكس برادي بطوء كارديا بطوء ضربات القلب تاكي و برادي هو عكس بعض تاكي و برادي تسرع ضربات القلب يعني ضربات القلب فوق المية الضربة بضايقة سوبرا فوق سوبرا فوق انفيريور اللي نأخذه كمان هلا هون اخذنا الانفيريور سوبرا انفيريور انفرا هاي كمان عكس بعض فوق وتحت سوبرا فنتريكولار بطيني سوبرا فوق هاي البطينات المنطقة فوق البطيني فوق البطيني سوبرا فوق شريان بشكل عام جدار الاوعية الدموية كلها تحب شريان او وريد من كمثل طبقة طبقة خارجية والطبقة العضلية المتوسطة والطبقة الداخلية البطانة البطانة اللي بتكون اعتماس مع تيار الدم يعني هاي منطقة الشريان بطانة الشريان او ممكن تكون بطانة الوريد او بطانة القلب الورثي الشريان بشكل عام الاوتر خارجي طبقة 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 طبقات اوتر. طبقة الخارجية الاورثي Cleveland.ymph. Rider جسم فوق البطانة الإنتر بطانة السف pleased مسئلة الطبقة العضالية خارجية طبقة العضالية وبعدين البطانة ilton.Cly.T scanner الطبقة المرينة هي من الطبقات كمان هاي تتبعلي المنطقة التي تحت البطانة يتعطي مرونة إلى جدار الشرايين يتوسع وينقبض لذلك يرى أن هناك ضغط انقباضي وضغط انبساطي ضغط انقباضي وضغط انبساطي عندما تتقلس عضلات الموجودة بجدار الشرايين يتعطي الضغط انقباضي وعندما ترتخي يتعطي الضغط انبساطي يتوسع لأن هذه الطريقة تسمح بطرفق الدم أو تجاهد جسم كله إنار داخلي إنار داخلي بطانة طبقة رشف هذه صورة اللفتة خاصة تصبح عند النساء تمام عند النساء إذا في كتلة كتلة سرطانية أو ممكن كتلة التهابية أو أي كتلة تانية ممكن ما يساوي استقصار بالمرحلة الأولى ممكن يساوي رشف شو فائد الرشف هذا بالرشف أنا باخد عينة من هاي الكتلة طبعا هي بدت تكون مفحوصة عن طريق الايكا أو الماموغرافي باخد عينة بشكل موجه أنا بدخل بالأبرة بسح بعينة من السائل أو الخلايا الموجودة وبفحصها تحت المجهر بناءً على نتيجة الفحصة عن طريق طبيب تشريح المرضي بقول لك هاي خلايا التهابية خلايا ورمية حميدة خلايا سرطانية اللي هو عن طريق الرشف طبعا في الحالات المتقدمة إذا كانت كتلة ممكن يساوي استقصار لا هادول الصور أنا مساويا هو المادة لسه إلى أجزاء تانية يعني مو أجزاء في شي مثل ما حكيت مرة الماضي في سوابق ولواحق هادول بنحطوا المشكلة هادول يعني أغلب الطلاب ما سواهم باللغة الإنجليزية شوي صعب أو مو صعب مدني يعني نتيجة يعني المسوى التعليمي أحاول أعطي شوي كلمات باللغة الإنجليزية هلا بعدين أن أعطي اللواحق والسوابق سير عليكم دراسة أسهل إن شاء الله نتابع الثدي بشكل عام برس العملية هم يسميها رشف رشف سائل طبعا ممكن هاي العملية تم بأي مكان مثلا رشف سائل من كتلة بالبطن رشف سائل من كتلة بالأطراف أي مكان في كتلة فيها سائل ممكن أعمل رشف إما رشف تفريغي أو رشف تشخيصي لكي أبحث تحت المجرى أشوف شو مميزة شو مكونات أو شو مكونات الكميائية أو الخلاوية الثدي بريست كتلة لم اللي هو المقصود هاي غير سليمة فات لاير هو طبقة فات دائما الدهون مثل لون الأصفر إبرا نيدل نسيج تشو النسيج الدهني النسيج العضلين النسيج العصبي تشو نسيج بشكل عام هلا الآزمة 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 أما بشكل طبيعي هو عايش بشكل عادي ما في عنده أعراض شم ريحة معينة لسبب مجهول أدوء دواء معين أكلم معينة تعب ممكن هجمة الربو تتحفظ بشكل عقلي يعني دون سبب فجأة ما يصار عنده هجمة الربو هاي مسميها المرض بحذر يسميه آزمة الهجمة يسميها آزمة التاك التاك هجمة أو ناظبو هجمة الربو طبعا اللي بصير اللي بصير بشكل طبيعي لازم تكون القصبات الهوائية ما فيها تضيق طبعا هلأ بحاول أرفع الصدق تاك بشكل طبيعي لازم القصبات تكون بهذا الشكل هاي النورمال هاي القصبات بهذا الشكل القصبات الهوائية لحنا أخذها كمان بدرس التشريح في كتير شغلات هاي من تشوفها بدرس التشريح شوي عليكم تكون غريبة لكن درس التشريح كل هاي بصير أمور بسيطة قطر القصبات الهوائية البريئتين لازم تكون بهذا الشكل واسع يعني يسمح بمرور الهواء عند مرضى الربو بكون قطر القصبات أقل لأنه الطبق العضلية بتتسمك عندهم البطانة بصير عندهم سماكة بصير إفراز مخاط فهي كلها تبياخذ من اللمعة هذا فراغ لأنه الرئة عبارة عن ممرات هوائية بتنتهي بأكياس هوائية لما يكون فيه صعوبة بمرور الهواء هاي بصير عندها هي بصير بحالات الربو بحالات مثلا أمراض ثانية كتير بتسبب هذا الشي لك احنا هون عم نحكي عن الربو بحد ذاته هذا بشكل دائم موجود عليه موجود عندهم القصبات عند مرضى الربو بهيك بتكون بهذا الشكل بحالة هجمة الربو لسه بتضيق أكتر من هيك فبصير عنده هجمة ربو شديدة يعني بصير ممكن إذا كانت الهجمة شديدة بصير لونه أزرق بصير عنده صفير حتى ممكن تصير مهدد للحياة بالحالات الشديدة هجمات الربو بشكل عام لازم الإنسان ما يستهين فيها ممكن تبلش بسيطة وتنتهي لا سمح الله بتوقف تنفذ كما رح تاخدوها بأماكن تانية محاضرات تانية إن شاء الله بحالة درس الإسعافات طريق هوائي اللي هو هذا الممر ممرات الهوائية من الأعلى باتجاه الأسفل من الفم حتى وصول إلى الأسناخ تعتبر طريق هوائي الأسناخ هي الأكياس الهوائية المنتهى أما من الأعلى من الفم حتى البلعوم حتى الحنجرة والرغامة والقصبتين الرئيسيتين والقصوائبات الانتهائية كلها تسمى طريق هوائي أنا ما بعرف شو طريقة هو الحنجرة والقصبات والرغامة كلها تهي شجرة هوائية مخاط ميكوس طبعا المخاط خلايا الموجودة بطريق الهوائي كلها تبص اثناء القسم الانتهائي الأثناء في خلايا موجودة بالبطانة تفرز المخاط ضمن حدود معينة شو وظيفة المخاط بلتقط هاي متل اللاسك بلتقط أسام غريبة بيغير درجة الهوائي الداخل للرأتين ما يكون بارد بصير دافي بعدل ومسلا يكون هوا ساخن بصير درجة حالة المخاط الخفص فبعدل تعديل الهوائي لما بحالات الربو يصير كمية مخاط كبيرة شو بصير يكون يجمع في اللمعة هاي فبصير بصير خواهي وبيصير في كمان بيعزز او بزيز من هزمة الربو عضلة مسهل بيها مقصود فيها طبعا عصلة عضلة بشكل عام المسهل هون مقصود فيها العضلات موجودة في جدار القصبات لأنه اللقصبات تقودت شنجت قصبات شنجت قصبات القصبات هذول العضلات الموجودة في الجدار القصبات شنجت فضيقت إلا مع مثل أنا لأصبع الإبهام والسبابة أنا حاطة بشكل مشكلت لدائرة لما أضيق الإبهام على أصبابه فأتضيق من مجرى الهواء هو النفس الشيء كمان فأنا أعطيهم الأدوية لدول مرضى مشان توسع أو ترخي العضلات ويرجع وتخف هجم الترض ما أدخل بالتفاصيل كثير لكن أنا مضطر إليه لأنه هاي معلومات وجلسة ما أخذتوا أبكر عليكم مضطر أن أعطيها بهذه المادة أثروا سكلو bounces تصلب الشرايين تصلب الشرايين متل الحالة هاي هاي بالحالة البداية تصلب الشرايين أخذناها من محاضرة ماضية أنه بتتجمع طبقة دهنية تحت بطانة الشرايين هاتا شريان هاي البطانة هي طبقة اللاذلية وخارجية تحت البطانة بص sì تجمع الدهون بتشكل مثل الكتلة هاي هاي الكتلة تضيقت لشرين لما تتجمع أكثر من هيك وتسبب لي تضيق بها طب Levi черava ممكن تسبب لي نقة ثروية قلبية او ممكن تسبب لي كمان اذا صار فيه تمزق هون تمزق للسطح بصير فيه خطرة بتسد الشرين بشكل كام بسبب احتشاء فاتي ديبوز اللي هو فاتي ديبوز اللي هي طبعا هاي البنية هي بنية دهنية كل سرور الشحوم باضافة الاشياء تانية يعني مثل كل مثل اشهر ديكاليسيوم لكن اغلبية هي ترسبات دهنية يكون كل سرور شحوم ثلاثية فاتي ديبوز لذا كم نشوف انه المرضى اللي عندهم ودينين المرضى اللي بتناولوا الشحوم بكميات كبيرة المرضى اللي عندهم أحياني المريض الشخص ما بيتناول دهن بكميات كبيرة ضعيف لكن عندهم تراب استقلابي تراب وضاعفي الجسم فهو ب traffزن و Lessethçeوال شحوم الثلاثية بكميات كبيرة هدول اللي مرضى بتشوفهم جسم عادي ولكن شرعين لهم كلهم تعبان لان كانوا عيخزنوا نتيجة اصابة الوراثية ي 최근ة أو الطراب استقلابي عيخزن و الشحم الكوليسول بالطبقة تحت البيطاني اللي حكينا من شوية الاذين اتريوم كمفرد اتريا اثنين اذينتين اما اتريوم اذين ايمن او اذين لفت او رايت رايت اتريوم الاذين الايمن لفت اتريوم الاذين الايسر البنية هي structure كله مقول بنية العض القلب يتكون القلب من الاذينتين والبطينة ومن الشرعيين طبعا بتدخل بعدين بالتفاصيل التاني من البنية القلب لكنهو بشكل عام بنيات القلب بنيات الكليا بنيات العضلات structure المحور العصبي axon الخلية العصبية طبعا هنا منحكي جسم الخلية العصبية والمحور العصبي والتغصونات هذا هو axon المحور العصبي nerve العصب هي خلية العصبية nerve cell body جسم الخلية العصبية وهذا axon nucleus هو نواة الخلية العصبية غمض النخاعين myelin sheath طبعا انت بتعرفوا ان خلايا العصبية إلى نوعين محاور مغمدة بغمض النخاعين وغير مغمدة بغمض النخاعين ودحت اخذوها بدرس التشريح المغمدة بغمض النخاعين بتكون قابلية النقل سريعة جدا وكل واحدة إلى مكان معين nerve nerve عصبي دائما cell خلية ending نهاية الخلية العصبية اللي هي التغصونات هذه الending وهاي المحور وهاي جسم body body cell خلية nerve عصب جسم الخلية العصبية sheath غمض nerve cell cell خلية نيرف خلية العصبية بكتيريا جراثيم اسم معام معروف cell wall cell خلية wall جدار خلية البكتيريا barium x ray x ray x ray دائما بدل على الاشاعة الصينية x ray chest x ray يعني صورة صورة بالاشاعة الصينية البسيطة barium x ray examination examination هو فحص او امتحان يعني كمان لكن هو فحص فحص بالاشاعة الصينية بلخمة الباريوم يعني هون بيفحصوا جهاز الهضمي بيعطوا لخمة الباريوم باليوم هي ضليلة على الاشاعة كل فترة بياخذوا صور بيصوروا بيشوفوا في تذيقات طبعا هذا الاجراء القديم صار نادرا جدا لا يستخدموا لانه ظاهر بداله التصوير او التنظير باريوم ابتلاء باريوم ابتلاء الباريوم مونيتور هو جهاز مراقبة بشكل عام اسفيكوس هو المري اسفيكوس هو المري بيزل سيل كارسينوما كلمة كارسينوما نوع من انواع سرطان كلمة كارسينوما ساركوما هدو سرطان مجرد ما اجت نهاية كلمة المصالح او العبارة هاي مثل هون فهي سرطان هلا انا بيزل سل سرطان الخلية بيزل قاعدية هو نوع من انواع سرطانات الجلدية بصير الجلد يسموه سرطان الخلية بيزل سل كارسينوما قرحة وليسر بصير فيها تقرح سرطان كارسينوما حافة مرتفعة الى صفات معينة بالنسبة اليكم كفرة معالجة فيزيائية ناخد ضمن هذه المقرر مجموعة من تسمية العضلات والعظام باي سيبس مسل مسل عضلة باي سيبس ثنائية الرؤوس عضلة ثنائية الرؤوس تراي باي ثنائي باي ثنائي باي ثنائي دائما سيبس تراي ثلاثي تراي بسيبس مسل عضلة ثلاثية الرؤوس اللي هي من الخلف على الوجه الخلفي للعضد ثنائية الرؤوس على الوجه الأمامي للعضد عم نشوف متن ما حكينا العضلتين هدول عبينشاء من عظم عبيرتكزوا على العظم ثاني هاي العضلة ثنائية الرؤوس بتثني وهي العضلة بترجع بساوي بسط ثنائية الرؤوس ثلاثية الرؤوس بعض العظام الموجودة بالساعد الزند 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 حيوميروس هو عظم العدد حيوميروس و عظم الكعبرة هو راديوس و الزند أولينا أولينا باتجاه الداخل الزند للأنصي والكعبرة باتجاه الوحصي نحن نأخذ كماندر التشريح بايل دكت جهاز الصفراوي جهاز الكبد الكبد والمرارة وهدول الأقنية التي تنقل الصفراء التي تصوب القطعة الثانية منها أمر reimburseك بايل دكت قناة لها مفت خارج مفت خارج الوقت Felipe مفت خارج من الكرون من الكرون من الكثير المفت خارج الكلام المتناول كمان هيباتيك دكت هاي العامة اما الهون الكبد الكبد جزئين ايمن وايسر القناة هاي بتجيب المفرزات من الجزء الايسر وهي بتجيب من الجزء الايمن بيتحد ومكان واحد نسميه قناة الكبدية المشتركة كمان هيباتيك لايفر اخذناه درس الماضي اوليفر هو الكبد كمان فيه مصطلح بعض العضاء بالجسم الى تسميتين طبية نتلقى بكارديو هارت وكارديو الكلية كيدني ورينال الكبد الكبد لايفر او ليفر وهيباتيك هذو كلياتهم كمان اللي حنشوفه بمواصل احاد كومون شائع او مشترك القناة الكبدية مشترك هيباتيك كبدي قناة انه هي مشترك اليمين واللسار او جامعة اليمين واللسار ودكت هي القناة القناة هون طبعا اسمها بصير رايت هيباتيك دكت قناة الكبدية اليومنا وهيلفت هيباتيك دكت اليسرى هون المرارة المرارة هي غل بلادار غل بلادار هي المرارة اللي هي مستودة تخزن فيها الصفراء الصفراء يتكون بالكبد وتجمع بالصفراء اذا ما له لزوم يعني مشان ما يروح الى الامعاء فتجمع في المرارة المرارة كمان هاي القناة نسميها قناة المرارية سيستيك دكت الثلاثة هدو لما يتحدوا كلها تنسوا منسميهن اللي هي بتصب في العفاج هاي المنطقة منها ما نسميها الحفاج لايفر الكبد غل بلادار المرارة بلادار لوحدة هي المثانة اما غل بلادار هي المرارة السماك المعيدة ديونيوم اللعفاج او الاثني عشر كيف بكون خلصة المخاضرة في حدا عنده سؤال في حدا عنده سؤال سمحت تعدلنا الزمام هدون بس تعدلنا كل واحدة شو وظيفتها بس تعدلنا كل واحدة تعدلنا كل واحدة ايه رح سأسجلها سأتحدثها بس بدون تجيل لكي لا يجب أن اتحدثكم الآن سأتحدث عليها بل درس الفيزياجية والتشريحة الكثير بس لحظة تجمع بس تعدلنا بس تعدلنا